السير على الماء لا نراه إلا في ألعاب الخدع السحرية لكن مواطنا عراقيا استطاع أن يحصد لقب الرجل الذي يسير على الماء بطريقته الخاصة فنتعرف معا على كفية حصول ذلك بعد أكثر من 150 تجربة فاشلة استطاع المبتكر العراقي جعفر جواد استاذ التعليم المهني في أحدى مدارس بغداد أن ينجح أخيرا بتحوير سيارته المارسدس التي تعمل بنظام البنزين إلى العمل بنظام الماء السيارة باتت تشير فعلا لكن التفاصيل ليست بهذه السهولة شدة احتراق النظام الجديد الذي يعتمد على هيدروجين الماء تفوق قوة البنزين بعدة أضعاف الأمر الذي يجعل المركبة تعمل بشكل طبيعي بعد 150 تجربة فشلت وصلت إلى هذا النموذج الذي يرونه قدامكم نموذج توليد الغاز الهيدروجين عن طريق الماء طريق تحليل الماء تحليل كهربائي الماء الماء موجود عندنا الماء هذا المعقم والتيارة الكهربائي الموجود بالسيارة هذه الاحتراق إلى خصائص كل شخوية الخاصية الأولى أنه الأطموة من المازين ثلاث مرات قوة انفجارة راح يصير عزم أكثر للمحرك يعني سرعة عندك راح تزيد عندك عندك لأنه بخار الماء المتولد راح يبرد المحرك من يبرد المحرك راح يصير تبيل لدهن عندك وإضافة إلى أنه الشك عندك أو الصاخ في داخل المحرك كلها تنظف تخرج من بخار المحرك بعد عناء طويل بذله هذا المبتكر استطاع أن يثبت للعالم إن مشروعه يقدم مساهمة فعالة في إطار صداقة البيئة ويقول كذلك إن استخدام الماء كوقود لا يخضع لمعايير تعيب جادة البنزين مضحا لنصف لتر ماء كاف لقفع مسافة تقدر بألف كيلو مترا وفق هذا الابتكار الجديد هذا الماء اللي أضيفه هنا طبعا يطبي منظومة توليد الهيدروجين منها ينزل إلى المنظومة راح يولدنا هيدروجين وطبعا راح يطلع عندنا بخار الماء وليس ثاني أكسيد الكربون الأول أكسيد الكربون المضر البيئة اللي يطلع بخار الماء اللي يكون صديقة البيئة أضافة إلى أنه كل فرخ زهيدة البطل الماء هذا ألف كيلو متر فتشيء كل إشراع والسؤال هنا هل سيحظى هذا العالم بالاهتمام الذي يستحق أم إنه سيكون في خانة النسيان كأقرانه المبدعين طارق رباعي آسيا الأخبار بغداد بغداد ترجمة نانسيان